ازاي اوكوا عاملين ايه ويستمر الضحك اليومي اللي بنشوفه من تصرفات الجزائر تجاه المغرب وتجاه كل ما هو مغربي الحقيقة انه كان فيه تصريعات من فترة اتكلمنا عليها وناقشناها لرمطان العمامرة لما قال تصريح غريب جدا وقال انه القمة العربية فرصة كويسة جدا انه هو يدعم جمهورية الحبشتكنات اللي هما بيدعموها فالتصريح ده ما عداش وقتها مرور الكرام وكل الناس قالت انه تصريح غريب وكل الدولة العربية قالت الجزائر ابتعدي عن مصالحك الشخصية في هذه القمة اذا كنت عايزة القمة دي انها تنجح فالحقيقة ظهر اللي بيحصل الفترة الاخيرة انسحابات كتير من رؤساء وملوك وامراء العرب فبالتالي الجزائر مشتتة وخرجت بعض التقارير اللي بتقول انه الجزائر هتحاول انها تقحم بن بطوش مرة اخرى في القمة القادمة كان فيه محاولات طبعا سابقة والله حصل ساعة اليابان والله يعني القصص اللي احنا عرفينها كلها من محاولات اقحام الجزائر لبين بطوش كما العادة في اي حدث لكن الحقيقة انه الموضوع زاد عن حده والتقارير خرجت بتقول انه الجزائر بنسبة كبيرة هتحاول اقحام بن بطوش في القمة العربية وده طبعا هيثير غضب العرب جميعا هيثير غضب كل الدول العربية بلا استثناء لانه كل الدول العربية رافضة للميليشيات وليه دعم الجماعات المسلحة والكلام ده كلنا عارفينه واتكلمنا عليه برضو قبل كده فالتقارير دي هل هي فعلا الجزائر هتقدر تنفذها وهتقدر انها تقحم بن بطوش ولا هتخاف من رد فعل العرب الله اعلم لكن اللي انا شايفه انه الجزائر لا تهتم حاليا برد فعل العرب وما بتعملش اي حساب لردود الافعال العربية ولا لانه العرب ممكن يغضبوا او يحصل منهم رد فعل معين فبالتالي بشكل ما ممكن يتم محاولة اقحام بن بطوش في القمة القادمة القمة القادمة نجحة ولا فشلة البدايات كلها بتقول انها مش تنجح البدايات كلها وزي ما احنا قلنا برضو انه الحقيقة انه انه العرب يبتدوا ينسحبه كده حاكم ورا حاكم ورا حاكم ده مجاش محض الصدفة ومجاش فاجأة لا هو مرتب من بدري ومرتب ان هو يحصل في الوقت ده خاصة عشان ما تتلغيش ما تتنقلش من الجزائر تفضل في الجزائر عشان نعدي بقى القصة دي وبعد كده القمة العربية تنتقل ليه بلد اخر ان شاء الله بلد يحترم كل العرب وبلد يحترم سيادة العرب على اراضيهم وبلد لا يتدخل ولا يحاول اقحام جماعات منفصلة او تسليح جماعات منفصلة ضد اشقاءه دي القصة الاولى قصة التانية بقى وهي الاستفزاز اليومي اللي بنشوفه يعني الحقيقة انهم عملوا زي منشورات اعلانية كده ومنشورات مطبوعة وكمان لوحات يعني عن القمة العربية في الجزائر واستخدموا فيها الزليش برضو وكأنهم يعني الحقيقة كأن في عقدة من كل ما هو مغربي فعل كأن في عقدة لما المغرب يطلع يقولك ده بتاعي فانت كل يوم هتطلع تلبس ده وتقوله ده بتاعنا كأنه في عناد غير طبيعي عناد مستفز ومش فان مبرره الا ان هو عقدة فالمغرب يمثل عقدة كبيرة لبعض الجزائريين بالأداء اللي انا شايفو ده مش حاجة احنا بنقولها عشان لا يعني مش حاجة احنا بنتبلى بها اللي قدامنا اللي احنا شايفينه بيقول كده انه الجزائر كل يوم والتاني بيطلع بطلعة دي ده فيها سرقة للطرقات المغربي فيها استفزاز للمغربة تصريحات مستفزة للمغربة كل يوم وعلى العكس لما كنت تشوف المغربة دلوقتي بدأوا يردوا لكن لما كنت تشوف الكلام ده من كم شهر كنت تلاقي المغربة ما كانوش بيجيبوا سيرة الجزائر نهائيا في اي حاجة يعني فلكن دلوقتي لازم جي الوقت اللي كلنا لازم هنرد فيه وكل المغربة بيردوا فيه الحقيقة فما تفهمش والحقيقة ان احنا متشكرين ليه انه هما حطوا ألزل ليج على الدعاية وعلى اللوحات وعلى المنصة اللي عليها القمة العربية والكلام ده احنا متشكرهم جدا لانه ده زليجي المغربي يعني هما لما يحطوه كده مش هيبقى جزائري يعني خلي بالك برضو هنا العقلية برضو يعيني ايه تعبانة هو كده فاكر انه لما حطوا بقى هو جزائري لأ احنا اوكي ماشي انت حطت الزليجي المغربي خلاص اوكي فهو عادي جدا هو استخدم الزليج بتاعنا يا جماعة يعني هو حطت الزليج بتاع المغربة واستخدمه لن يغير هذا شيء يعني مش معنى ان انا اروح البس تشيرت المغرب بقى تشيرت ده بتاع مصر لا مهو بتاع المغرب برضه يعني هو تشيرت المغرب برضه فأنا البست وهو تشيرت المغرب فالزليج هم حطوه هذا لن يغير اي شيء والزليج مغربي وكل العالم تلع خلاص اعترف بمغربيته والشركة اللي حطت الزليجي على التشيرت اعتذرت فالأمور بقى في كده ايه يعني تحس انه انت مسك عائل صغير قدامك كده اعمل تقول له بقاس يا بابا عيب حبيبي بقاس يا اخويا وهو برضو شغال فخلاص هتعمل ايه هتسيبه يلعب لحد ما يزهق بس فااااااااااااااااااااااااااااااا عشان ما نكونش يعني ده يخليك انت تسأل نفسك انا واحد مش مغربي ولا جزائري انا هبص كده في النص هحاول افصل نفسي عن الاتنين وابعد وقف في النص كده اشوف بزاوية في النص ولا احكم بيعني كأني لا اعرف ده ولا ده هقول ده في مونتهى الاستفزاز هقد بيستفز عده كل يوم طب انت رب تستفزني بس فده اذا كان فيه شخص محايد بصص الامور من بعيد كده هيقول كده لكن انا الحمد لله مش محايد لست محيدا وانا بنتمي بكل قلبي للمملكة المغربية ولبلد مصر طبعا فبالتالي لما اشوف حاجة بتتخب من المغرب واستفزازات كل يوم لازم اطلع ارد عليها وبشكر اللي احطوا الزليج عشان هو زليج مغربي وهذا لن يغير اي شيء انتظروا ان شاء الله يوم واحد نوفمبر اغنية جديدة بعنوان اجي دير دويرة وهي اغنية ان شاء الله للمملكة المغربية عمل فني جديد وبعضيها في حاجة تانية ان شاء الله فاجئكوا بيها باذن الله هسيب لكو برومو صغير اعلان صغير عن اجي دير دويرة اعلان بسيط كده وبعد كده نسمع مع بعض مغربي ومغربية واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله تحياتي ليكم والسلام عليكم مرحبا بيكم تسنوني بلاك ماك دي الفرعون المغربي واغنية اجي دير دويرة في الاول من نومبر وحشتكم بزاف احكي في تاريخه ازاي ماضي وحاضر والجاي حكاية ملهاش نهاية والتاريخ مش نساي حب ليهش معقول ديما مغرب على طول كله يغني معايا وابقى على الصوت هنقول مغربي ومغربية واصلين للعالمية وبصوتنا نقول نغني ام جدنا عنا تحكي لكل الدنيا دي درجة وامازيغية والشلحة والحسنيات الله الله علينا مغربنا بينا دينا والنجمة الخاطرة عليات مغربي ومغربية مغربي ومغربية